بسم الله الرحمن الرحيم مع تصاعد الأحداث في منطقة شرق المتوسط كان من الضروري البحث عن جذور الصراع في شرق المتوسط تعود جذور الصراع بين كل من تركيا واليونان على المستوى الشعبي والرسمي لما يزيد عن مئة عام وبالتحديد تاريخ حرب الاستقلال التركية التي اندلعت في عام 1919 وانتهت في عام 1922 والتي هزمت فيها القوات التركية اليونان على يد الجيش التركي وتم طرد المحتلين اليونانيين من مدينة أزمير والمناطق القريبة التي كانت تحتلها ولا يزال الجانب التركي يحتفل بعيد النصر من كل عام يوم 9 سبتمبر بعيد النصر ولكن رغم ذلك فهناك أصوات تركية منذ مئة عام وهي تنادي بحقية تركية في أراضي اضطرت القيادة السياسية للتنازل عنها تحت ضغوط دولية مجحفة بعد الحرب العالمية التانية وعلى المستوى الرسمي كانت هناك أصوات تخرج من حين لآخر من بعض المسؤولين الأتراك تؤكد ذلك ولكن كان آخر ذلك صوت الرئيس التركي رجب طيب أردغان عام 2016 لما تكلم عن ضرورة مراجعة اتفاقية لوزان الموقعة عام 23 والتي تم على إثرها تسويت الحدود الحديثة لتركيا وده كان زي ما قلت في عقاب الحرب العالمية الأولى وقال إن خصوم تركيا أجبروها على توقيع اتفاقية سيفر عام 1920 وتوقيع معاهدة لوزان عام 1923 وتحت هذه الضغوط وهذه الاتفاقيات المجحفة تخلت تركيا لليونان عن جزر في بحر إيجا على الرغم من قرب هذه الجزر للدولة التركية والمدن التركية فالرئيس أردغان يقول لو الواحد في الجزيرة اليونانية صرخ تسمعه على الشواطئ التركية يعني هذه الجزر قريبة من تركيا بحوالي 7 كيلو متر بينما تبعد عن الجانب اليوناني حوالي 800 كيلو متر يعني تخيل هذا الظلم التاريخي الكبير كان حصل أحداث فجرت الصراع بين الدولتين كان رئيس الأركان الأسبق خلوصي أكار في عام 2017 هو وبعض القادة العسكريين تفقدوا القوات البرية والبحرية والجوية وراحوا على جزيرة اسمها كاراداق فالجانب اليوناني قال هذه جزيرة يونانية وحصل ما يشبه صدام عسكري في هذا الوقت وحصل تدخلات دولية لتخفيف هذا التوتر ولكن كانت كاراداق هذه لها يعني واقعة تاريخية مهمة عام 1995 في سفينة تركية كانت راحت وبعد كده رسط على الجزيرة الصخرية اللي هي كاراداق ورفعوا العلم التركي عليها وحصل المناوشات بينهم وبين الجانب اليوناني وتدخل ساعتها رئيس الولايات المتحدة الامريكية بيل كورينتون وامين عام الأحلف الأطلسي خفير سولانة لحل الأزمة بين البلدين تاريخيا زي ما قلت الصراع بين تركيا واليونان زي الصراع بين الهند وباكستان زي الصراع بين كوريا الشمالية والجنوبية يعني هو الصراع تاريخي متجذر متعمق يعني لك أن تتخيل أن هذا الصراع يعني بدأ في 1718 يعني كان في التاريخ ده كل جزر في بحر إيجا لها 6000 جزيرة تتبع الدولة العثمانية حسب الاتفاقيات الدولية إلا جزيرة واحدة كانت تتبع للبندقية ده في 1718 ولكن الأمور بعد كده تغيرت في 1830 تم تأسيس الدولة اليونانية وفي اتفاقية اسمها اتفاقية قدرنا عام 1829 وفي هذه الاتفاقية تم يعني إعلان الجمهورية اليونانية الوثاق العثمانية تقول أن في بعض الجزر تم النص عليها أن ده جزر يونانية ولكن في جزر كثيرة لم يعني تسمى في هذه الاتفاقية ومع ذلك اليونان بحكم وضع اليد وضعت أيديها على هذه الجزر وأخذتها يعني بحكم الأمر الواقع والضغوط الدولي لك أن تتخيل أنه في عام 1864 في سبع جزر احتلتهم بريطانيا في بحر إيجا ونقلت هذه الجزر لليونان تنزلت عنهم لليونان بدل ما ترجعهم لتركيا أعطتهم لليونان وفي عام 1912 إيطاليا احتلت 16 جزيرة عثمانية في بحر إيجا وكان في هذا الوقت في حرب طرابلس الغرب بين اللي كانت الدولة العثمانية طرف فيها مع الإيطاليين في هذه الحرب احتلت إيطاليا 16 جزيرة عشان تقطع الطريق الإمداد من الدولة العثمانية للمقاتلين هناك في طرابلس وبعد ما بدل ما تتنازل عن الجزر ديت وترجعها لأصحاب الحق اللي هم الأتراك أعطت هذه الجزر أيضا لليونان يبقى إذن يعني بريطانيا وإيطاليا احتلوا جزر وتنازلوا عنها لليونان بدل ما يرجعوها لأصحابها الأصليين اللي هم الأتراك يعني بعد كده يعني الدولة العثمانية زي ما قلت وقعت معاهدة اسمها معاهدة سيفر تتضمن 132 بند وتقتضي فيها بتنازل الدولة العثمانية عن جميع الجزر في بحر إيجا يعني اتفاقية مجحفة 6000 جزيرة تتنازل عنها تركيا وبعد كده في سنة 23 كانت معاهدة لوزان وهذه الاتفاقية أيضا حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجا وتم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر اليونان وإيطاليا بحسب المادة 16 من المعاهدة فإن تركيا تنازلت عن كافة حقوقها القانونية من الجزر المذكورة في الاتفاقية لكنها تمتلك حق المشاركة في تحديد مصير تلك الجزر يعني الجزر دي بالمناسبة جزء كبير منها ملوش صاحب يعني هي لم تحدد هل هي تبع تركيا هل هي تبع اليونان هل هي تبع إيطاليا لم يتم تحديد الصفة بتاعتها ومع ذلك اليونان تدعي أنها تسيطر على كل هذه الجزر يعني بالأمر الواقع أو بالبلطجة السياسية اليونان ادعاءاتها غير قانونية يعني تركيا تقول أن هذه الادعاءات اليونانية غير قانونية بموجب معاهدة باريس في 1947 لأن الجزر اللي كانت محتلة من عدة دول بدل ما ترجع لتركيا رجعوها أو أعطوها لليونان وبناء عليه يعني تركيا تقول أنها صاحبة حق وأنها لا يمكن لها أن تسكت عن هذه الجزر التركية الاستراتيجية القريبة من السواحل التركية والتي تطور المدن التركية من كل جانب وتهدد تركيا وتشكل تهديد دائم لتركيا هذه الجزر زي ما ذكرت دي اللي البحر إيجا أما في البحر المتوسط فهناك يعني جزيرة كريت وقبرص وغيرها من الجزر أيضا هذه الجزر كانت جزر تركية وتم احتلالها من الجانب اليوناني واستطاعت تركيا أن تسترجع نصف قبرص التركية ولكن لا يزال الجزء الآخر محتل من الجانب اليوناني إذن هذه الجزر التي في البحر المتوسط والتي في بحر إيجا هي جزر متنازع عليها هي كانت أراضي وجزر تركية احتلتها إيطاليا واحتل جزء منها بريطانيا واحتل جزء منها اليونان وتم تسليم كل هذه الأمور تحت الضغوط وفرض يعني سطوة المنتصر بعض الحرب العالمية الأولى تم إعطاء هذه الجزر التركية لصالح اليونان وبذلك نجد أن الصراع الموجود هو صراع له جزور تاريخية ممتدة وأطرافه تقريبا كانت موجودة في الحرب العالمية الأولى وأطرافه الآن تكاد تكون موجودة أيضا في الصراع في الشرق المتوسط إذن هذا الصراع يمكن له أن يتوسع ويمكن للتاريخ أن يعيد نفسه ونجد ما حدث قبل مئة عام يتكرر هذه المرة نتمنى أن تعود الحقوق لأصحابها وأن تنتهي هذه الأزمة لصالح الدول الإسلامية والعربية التي هي صاحبة الحق الأصيل في سواحل وثروات البحر الأبيض المتوسط وأشرق البحر الأبيض المتوسط أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة تحياتي لكم جميعا ولا تنسوا الاشتراك بقناتي بس هذا الفكر دمت بخير